بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن واله أهلاً وسهلاً بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من حديث الروح الحديث الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسري من القلب والروح إلى القلب والروح وأن يسرنا أشمعين اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد هناك مقولة شائعة في كثير من الناس يرددونها وهي في الحقيقة ليست صواباً وتستخدم بطريق ليس على الاستقامة كلمة يقولونها يقول ما لابويا ما يروحش للغريب وقال كثيراً في موطن توزيع الميراس إذا جاءت الأخت أو البنت مثلاً تطالب بحقها في الميراس فبعض الناس وأسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعفية يمتنع أن يوزع لها الميراس ويقول لا ده ما لابويا وما لابويا ما يروحش للغريب أو لا يذهب لي الغريب وهذا الأمر محتاج إلى وقفه والحقيقة أن الميراس هو حكم الله سبحانه وتعالى ولذلك جعل فيه نصيباً مفروضاً قال للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب وجعل الله سبحانه وتعالى هذا نصيب مفروض فرضه سبحانه وتعالى بهذه الحدود وهذه الحقوق فلا يصح وقد حكم الله سبحانه وتعالى بمجرد انتقال الإنسان إلى رحمة الله سبحانه تركته أصبحت بعد الوصية وبعد الدين وكذا أصبحت ميراساً ومن ثم فالتأخر أو المماطلة المماطلة أو التأخر بدون وجه حق عن توزيع الميراس وخصوصاً إذا البنات أو الأخوات أو كذا إذا كان لهم حقوق هذا إثم كبير عند الحق سبحانه وتعالى فهذا الأمر بيعرض الإنسان للغضب من الله سبحانه وتعالى لتقسيم المواريس هذا من حدود الله لذلك عقبت الآية ببعد ما قسمت البواريس الآيات المواريس قالت تلك حدود الله فجعلها من حدود الله وقال فيها ومن يعصي الله ورسوله يدخله ناراً خالداً فيها التأخر عن تقسيم المواريس أو المماطلة في إعطاء المواريس أو إعطاء البنات خصوصاً حقوقهم هذا تعدي على حقوق الله سبحانه وتعالى وقد وردت فيه أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد جداً على من حرم أحد الورسة من أن يستحق ميراثه ونصيبه هذه المقولة الشائعة التي يبرر بها بعض الناس استحوازهم على شيء من الميراث هذا خطأ هذا خطأ أيضاً فيه شيء من قطعة الرحم لما يصف هو طبعاً الميراث إنما تستحق هذه المرأة وليس غيرها يعني لأن زمتها مستقلة فالملك ينتقل بقدرها على حسب الحكم الشرعي إنما ينتقل لها هي وزوجها وأولادها أيضاً بينهم وبينك هذا بينهم وبينك قرابة إن لم تكن قرابة صلة من النساء وقرابة من ناحية النسب الذي حدث بينكم وهذا شائع بيننا إنه الزوج البنت أو زوج الأخت هذا أصبح من العائلة وبذلك فترديد مثل هذه المقولة فيه شيء من قطع الصلة وفيه شيء من قطع الرحم نسأل الله العفو والعفية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء حقوق أصحاب الحقوق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكراً لحضراتكم شكراً لكم